موسيقى السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من قناة الجزائر الدولية بداية شرع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الأربعاء في جولة أفريقية ضمن مساعي لبلورة حل سياسي في النيجر بيان الخارجية الجزائرية أوضح أن الجولة تأتي بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون وتشمل زيارة عمل إلى نيجيريا والبنين وغانا المصدر ذاته ذكر أن الجولة تهدف لإجراء مشاورات مع نظرائه في البلدان الثلاث التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على أن تتمحور هذه المشاورات حوض الأزمة في النيجر وسبولي التكفل بها عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب البلاد والمنطقة بأسرها تدعيات التصعيد المحتمل للأوضح أذا وتتحرك الجزائر في كل الاتجاهات لإقناع أطراف الأزمة في النيجر بعدم التدخل أو بضرورة التغليب خيال الحلول السلمية التفاوضية عوضا عن التدخل العسكري الذي لم يجلب لمنطقة الساحل إلى المزيد من الأزمات الأمنية والإنسانية في كل الاتجاهات تلقي الجزائر بثقلها الدبلوماسي لإقناع أطراف الأزمة في النيجر بضرورة تفادي سيناريو التدخل العسكري الذي قد يفجر أزمات أمنية وإنسانية بمنطقة الساحل الإفريقي التي تعاني أصلا من معضلات الإرهاب وانتشار جماعات التهريب والهجرة غير الشرعية التزاما بعقيدتها الدبلوماسية الراسخة التي ترفض الاستلاء على السلطة أو التغيير غير الدستوري لأنظمة الحكم كانت الجزائر سباقة إلى إبداء إيدانتها الشديدة للانقلاب بالنيجر في ساعته الأولى مؤكدة رفضها القاطع له دعما للشرعية الدستورية جددت الجزائر تمسكها العميق بالعودة إلى النظام الدستوري واحترام متطلبات دولة القانون وحذرت من نوايا التدخل العسكري الأجنبي باعتباره عامل تعقيد خطير للأزمة النيجرية مع توافق جيوش دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على موعد التدخل العسكري في النيجر أعربت الجزائر عن أسفها لتغليب العنف على حساب خيار الحل السلمي التفاوضي الكفيل بإعادة النظام الدستوري والديمقراطي بشكل سلمي ولتضع كل الأطراف أمام مسؤولياتها ذكرت الجزائر بمآلات التدخلات العسكرية السابقة في المنطقة التي شكلت عوامل إضافية للمواجهات والتمزق عوضا أن تكون مصدرا للاستقرار والأمن تعي الجزائر جيدا أن تدخلات العسكرية الأجنبية تعد أسوأ الخيارات الممكنة لتكلفتها الباهظة على الشعوب والدول لذلك فهي تنادي بصوت مرتفع لتغليب الحلول السلمية التفاوضية في قارة عانت ولا تزال من نزاعات وحروب تغذت كثيرا من تدخلات زادتها تعقيدا من جانبه أبدى مبعوث مجموعة إكواس إلى النجر عبدالسلام أبو بكر الأربعاء أبدى تفاؤله بشان التوصل إلى حل سلمي للأزمة في البلاد وجاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها عقب استقباله من طرف رئيس نايجيريا بولا أحمد تينوبو قدم خلالها مبعوث المجموعة الاقتصادية لدول غلب إفريقيا إلى النجر تقريرا بشأن مهمته التي قام بها نهاية الأسبوع الماضي في نيامي يجب أن أقول إن زيارتنا للنيجر كانت مثمرة للغاية ومهدت الطريقة لبدء المناقشات على أمل أن نتوصل إلى شيء ما الأمر يتعلق فقط ببدايات المفاوضات بين السلطات العسكرية في النيجر والمجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا بدأنا في المناقشة وطرح حججهم الخاصة التي أبلغتها للتو إلى رئيس دول المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا وهو سيتشاور الآن مع نضرائه وسنواصل الوساطة بين الطرفين ستنتصر الدبلوماسية لأن الحرب التي يتصورها زعماء غربي إفريقيا في حالة فشل المفاوضات لن تكون في مصلحة أحد إلى موضوع آخر الآن تتوصل لليوم الثاني أشغال الدورة الخامس عشر لمجموعة بريكس بجوهانسبورغ بجنوب إفريقيا أذا وكان قادة المجموعة اتفق الأربعاء على عملية توسيع مجموعة واعتماد وثيقة تحدد مبادئها وأقلت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندول في تصريحات أدلت بها لمحطة إذاعية تديرها وزارتها أن القادة تتفق على أدلة استرشادية ومبادئ خاصة لتأطير عملية توسيع المجموعة تحدد آليات بحث ضم أعضاء جدد للتكتل ويمهد الاتفاق بشأن آليات توسع الطريق على معاشرة الدول المهتمة بالانضمام إلى المجموعة لتقديم مسوغات لعضويتها في بريكس اتفقنا على مسألة التوسع لدينا وثيقة قمنا بإقرارها تحدد إرشادات ومبادئ وإجراءات بحث ملفات الدول التي تريد الانضمام لعضوية بريكس هذا إيجابي للغاية زعماء المجموعة سيدلون بإعلان أكثر تفصيلا بشأن التوسع قبل اختتم القمة هذا إيجابي للغاية وبخصوص مفاوضات ضم أعضاء جدد إلى بنك تنمية الجديد وصفت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا المباحثات الجارية في جوهانسبورغ بالجيدة والإيجابية معلنة تأجيل الفصل في قرارة توسيع استخدام العملات المحلية إلى قمة بريكس المقبلة في روسيا أعتقد أن الجلسات حققت نتائج جيدة جدا لحد الآن الإحاطات الإعلامية لرؤساء الدول والتفكير الإبتكاري الذي جلبته الرئيس الجديد لبنك التنمية الجديد إلى المؤسسة محفز للغاية نعرف ديلما روسيف الرئيس السابق للبرازيل وقد طرحت بعض الأفكار المثيرة حقا حول المستقبل وبشأن استخدام العملات المحلية هذه المسألة مدرجة بشكل واضح على جدول أعمال مجلس محافظي بنك التنمية الجديد ونتطلع إلى سماع المزيد عنها في القمة القادمة التي ستعقد في روسيا تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسهيل تطبيق القرارات المتعلقة بتوسيع مجموعة بريكس خلال رئاسة روسيا المقبلة لتكتل العام المقبل بوتين وخلال كلمة ألقاها في الجلسة المفتوحة الثانية لقمة بريكس الأربعاء دعا إلى إقامة نظام عالمي منصف قائم على القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة وفق تعبيره مجموعة بريكس أثبتت مستقيتها ما من المجتمع الدولي بريكس تدعم مجتمعا متعدد الأقطاب يؤسس لنظام عالمي منصف قائم على القانون الدولي ومثاق الأمم المتحدة نتطلع إلى تعاون بين دول مجموعة بريكس عبر شبكة ابتكار مشتركة واستخدام الذكاء الاصطناعي وتوسيع استخدام العمولة المحلية وتعزيز التعاون بين الوكلة المالية بين دول المجموعة عبر استبعاد الدولار من المعاملة التجارية واستبداله بالعمولة المحلية بالتزامن نسعى لتنمية طرق الشحن العالمية بين دول الشمال والجنوب لتسهيل تبدلة التجارية خلال رئاسة روسيا المقبلة لبريكس نسعى لتسهيل تطبيق القرارات المتعلقة بتوسيع المجموعة من جانبه دعا الرئيس الصيني شي جين دينغ إلى تسريع مسار توسيع أعضائه البريكس ومساهمتها في مساعدة الدول النامية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في سياق إقامة ما أسماه عالما أكثر عدالة نحن بحاجتين إلى استخدام تعاون البريكس بشكل جيد وتسريع عملية التوسع والسماح لمزيد من الدول بالانضمام إلى أسرة البريكس وجمع القوة لجعل الحوكم العالمي أكثر عدالة ومعقولية يجب على دول البريكس أن تدعم البلدان النامية عن طريق تنمية ومعارضة الممارسة التمييزية وتعطيل السلسل الصناعية وسلسل التوريد والإكره الاقتصادي ينبغي علينا إفسح المجال كاملا لبنك التنمية الجديد وتعزيز إصلاح النظام المالي والنقدي الدولي وتعزيز تمثيل صوت العالم رئيس الوزراء الهندي نارين دا موندي اقترح منح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة في مجموعة بريكس ضمن مساعي التكتل لتعزيز حضور دول الجنوب وتوسيع المجموعة نحن نعمل على تعزيز الروابط بين الشعوب تحت مظلة بريكس تدعم الهند بشكل كامل توسيع عضوية البريكس ونرحب بالمضي قدما في هذا الأمر على أساس التوافق في عام 2016 خلال رئاسة الهند حددنا البريكس على أنها مجموعة تبني حلونا سريعة لاستجابة وشاملة وجماعية وبعد سبع سنوات يمكننا القول أن البريكس ستقوم بكسر الحواجز وتنشيط الاقتصاد اقترحنا عضوية دائمة للاتحاد الافريقي في مجموعة بريكس لتعزيز حضور دول الجنوب بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة بريكس يلعب دورا أساسيا في تنمية جنوب العالم قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنه يأمل في أن يتمكن مجلس النواب والأعلى للدولة بالتعاون مع لجنة 6 زائد 6 من ضبط مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات وجعلها قابلة للتنفيذ بإزاحة ما يعتارها من ثغرات خلال الأسابيع المقبلة حتى يتم إصدارها وتحديد موعد إجراء الانتخابات وأوضح باتيلي في مؤتمر صحفي على همش الجلسة العلنية لمجلس الأمن بشأن ليبيا أن البحثة الأممية تهدف لتهيئة الظروف من أجل السلام والاستقرار الحقيقي في ليبيا بعقد مشاورات مع جميع الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل لجنة الستة زائد 6 توصلت إلى بعض مشاريع قوانين الانتخابات بالتأكيد تعد خطوة جيدة إلى الأمام لكن هناك بعض الثغرات وبعض الصعوبات الفنية لتنفيذ هذه القوانين لهذا لا بد من تعديل القوانين وضبطها لجعلها قابلة للتنفيذ اللجنة الوطنية العليا للانتخابات هي الأخرى قدمت بعض الملاحظات حول تلك القوانين لهذا نحن نأمل أن يقوم المجلسان الأعلى للدولة والنواب بالتعاون مع مجموعة ستة زائد ستة بإعادة النظر في تلك الثغرات والصعوبات الفنية لجعلها قابلة للتنفيذ نحن ندعوهم للقيام بذلك في الوقت المناسب للتمكين من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة نأمل أن نتمكن خلال الأسابيع القادمة من التوصل إلى استنتاجات وإصدار قوانين خاصة من مجلس النواب وتحديد موعد للانتخابات هذا أبدأ باتيل لتفاؤله في توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق سياسي شامل يفضي إلى إجراءات انتخابات أو إلى إجراء انتخابات تنبثق منها مؤسسات شرعية جامعة تخرج ليبيا من مأزقها وفق تعبير المبعوث الأممي لقد تصورنا أن الانتخابات ستجرى العام 2023 لكن المهم هو الاتفاق على أن تصبح حقيقة واقعة بمجرد صدور القوانين للانتخابية ضمن جدول زمني محدد من خلال المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالطبع نحن متفائلون تماما ولكن الانتخابات ستجرى ولدينا انتخابات مشروطة باستقرار ليبيا لا توجد خيارات أخرى منظمة المجتمع المدني الليبي والمواطنون الذين التقيتهم في جميع أنحاء البلاد يريدون إجراء الانتخابات لأنهم يريدون المؤسسات الشرعية لإخراج البلاد من هذا المأزق جدد لأيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد دبيبا التزامه بإنهاء المراحل الانتقالية وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية في أسرع وقت ممكن دبيبا وفي منشور لهو عبر صفحته الرسمية فيسبوك رحب بمضمون إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا أمام مجلس الأمن مجددا دعمه لجهود باتيلي لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جيل بيدرسون في جلسة لمجلس الأمن الدولي الأربعاء خصصة لبحث الوضع الإنساني بسوريا أنه مع استمرار السراع لن يكون بالإمكان حل مشكلات النزحين والمعتقلين والمفقودين والمختطفين وانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب المتحدث أكد في ذات السياق أن الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية المرسلة إلى سوريا منخفضة للغاية كما طلب بتكثيف الجهود لزيادة المساعدات وسط مخاوف منظمات إنسانية من تراجع قدرتها على تأمين الدعم للمحتاجين فلسطينيا اعتقلت قوة الاحتلال الصهيوني الأربعاء 21 فلسطينيا من الضفة الغلبية بينهم ثلاثة أسرى محررون وافاتت وكالة الأنباء الفلسطينيين أو الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين بعد إصابتهم بالرصاص الحي إثر مواجهة اندلعت في بلدة صيد شمال طول كرم في حين اعتقلت ستة فلسطينيين آخرين من جنين إلى جانب اعتقالات واسعة في نابلوس رامالله الخليل إضافة إلى القدس المحتلة دعا ملك إسبانيا فيليب السادس زعيم المعارضة ألبيرتو نونيز فيخو لتشكيل حكومة وتجنب حالة الجمود السياسي المتواصل منذ إجراء انتخابات غير حاسمة في جوليا الماضي في وقت أعلنت رئيسة البرلمان الإسباني فرانسينا أرمانغول عن عقد جلسة تنصيب فيخو في منصبي رئيس الحكومة نهاية سبتمبر المقبل في معشرات تبدد أمل بيدرو سانشيز في العودة إلى السلطة مهمة تشكيل الحكومة في إسبانيا توكل أخيرا إلى زعيم الحزب الشعبي المحافظ ألبيرتو نونيز فيخو قرار الملك فيليب السادس الذي أعلنت عنه رئيسة مجلس النواب يأتي كمحاولة لكسر الجمود السياسي الممتد منذ يوليو الماضي بعد إجراء انتخابات غير حاسمة خطوة بررها الديوان الملكي بكون الحزب الشعبي هو التشكيل السياسي الذي تمكن من حصد أكبر عدد من المقاعد في البرلمان وعلى الرغم من عدم حصوله على الغالبية المطلوبة لتولي المنصب يحاول ألبيرتو نونيز فيخو تقديم ضمانات الضمانة الأولى هي أنني مرشح الحزب الذي فاز بالانتخابات العامة في الثالث والعشرين من يوليو والثانية هي أن هناك أربعة أحزاب لديها 172 نائبا في هذه الظروف من واجب وضع نفسي تحت تصرف رأس الدولة يرتقب تحديد معيد جلسة تصويتهم بمجلس النواب على تولي فيخو رئاسة الحكومة وللفوز يتعين على زعيم الحزب الشعبي نيل الغالبية المطلقة أي الحصول على أصوات 176 نائبا من أصل 350 ويحاول الحزب الشعبي الاعتماد على تجاربه السياسية السابقة في إقناع الأحزاب القومية إذ كانت إسبانيا قد شهدت سيناريو مماثل عام 1996 تكليف الملك المعارضة بتشكيل الحكومة وترقب تحديد موعد جلسة للتصويت عليها بمجلس النواب رغم صعوبة الحصول على الأغلبية المطلقة خطوات قد تبدد أي أمل لبيدرو سانشاز في العودة إلى تولي رئاسة الحكومة أكدت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية أمس للبعاء أن يفقين بريغو جين قائد مجموعة فاغنر كان على متن الطائرة التي تحطمت في منطقة تفير ونشرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية العشر حيث لقي جميع من كانوا على متنها حتفهم أذا وكانت مجموعة فاغنر أكدت مقتلى قائدها وصف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي الأربعاء الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية بالصعب للغاية زيلنسكي هو في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تتقدم ميدانيا نرى في أي الاتجاهات نسير قدما لكن الأمر صعب للغاية بالنسبة لنا ألاف الألغام ورغم ذلك القوات المسلحة الأوكرانية احتفتت بوتيرة تقدم واضحة قواتنا تتقدم ميدانيا رغم الظروف التي نواجهها زيلنسكي أعرب عن ثقته من قدرة القوات المسلحة الأوكرانية من استعادة شبه جزيرة القرم والمناطق الأوكرانية الأخرى التي تسيطر عليها روسيا تتم إزالة الاحتلال من شبه جزيرة القرم مثل كل الأجزاء الأخرى من أوكرانيا التي لا تزال للأسف تحت الاحتلال المهمة الرئيسية لمنصة القرم هي الاستعداد لإنهاء الاحتلال نحن نعرف كيف سنعود إلى شبه جزيرة القرم ونعلم عدد الخطوات التي سيتعين على كل واحد مننا اتخاذها نحن نعرف أن هذه مهمة صعبة ولكنها هامة اتهمت كيف الأربعاء موسكو بتدمير 270 ألف طن من الحبوب الأوكرانية في هجمات شنتها خلال الشهر وذكر نائب رئيس الوزراء الأوكراني أليكسندر كوبراكوف إن هجوما بطائرة المسيرة الروسية على ميناء إسماعيل علي نهر الدانوب أو على نهر الدانوب جنوب البلاد أسفر عن اتلاف 13 ألف طن من الحبوب كانت موجهة إلى مصر ورومانيا متهما روسيا باستهداف متعمد وممنهج لصوامع الحبوب الأوكرانية ومستودعاتها لتعطيل الصادرات الزراعية أدنت وزارة الخارجية الصينية العربعة ما أسمته القرار الخاطئ الذي اتخذته الولايات المتحدة بفرض قيود تأشير على المسؤولين الصينيين بسبب ما تعتبره واشنطن استيعابا قسريا لأطفال التبت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وونغ وين بين دعا في مؤتمر صحفي في بكين الولايات المتحدة إلى إلغاء القرار على الفور محذلا من أنها ستواجه ردا حازما وقويا من الصين وفق تعبيره وأضف أن التبت هي شأن داخلي صيني بحت لا يحق للولايات المتحدة التدخل فيه يتجاهل الجانب الأمريكي الحقائق ويستخدم القضية المتعلقة بالتبت لفرض عقوبات غير قانونية على المسؤولين الصينيين والتدخل بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وانتهاك القواعد الأساسية للعلاقات الدولية وهو ما تعارضه الصين بشدة أود أن أؤكد على أن شؤون التبت هي شؤون داخلية صينية بحتة ولا يمكن السماح لأي قوى خارجية بالتدخل فيها ينبغي للولايات المتحدة أن تسحب على الفور قرارها الخاطئ وإلا فإن الصين سترد بالتأكيد بقرار حازم وقوي قال الرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشي داين تصريف المياه من محطة فوكوشيما النووية إلى المحيط الهادي من المتوقع أن يبدأ الخميس إذا سمحت ظروف الجوية يتذلك في وقت حذرت خارجية الصين من كارثة بيئية عالمية مشددة تنعل أن بيكين ستتخذ الإجراءات اللازمة في حل تمسك طوكيو بقرار تصريف المياه المشعة محطة فوكوشيما النووية مصرح أخر لتوتر بين بيكين وطوكيو في بحر الصين الجنوبية وقد تتأزم أكثر ابتداء من الخميس وهو مواد تلفذ قرار اليابان سفى أكثر من مليون طن من المياه المشعة والمعالجة من المحطة في المحيط الهادي هي خطوة دخلت بشكل عملي مرحلة التحضيرات الأخيرة الأربعاء وفقا لما أفادت به شركة المشغلة للمحطة يطلب من شركة تيبكو الاستعداد سريعا لبدء تصريف المياه وفقا للخطة المعتمدة من هيئة الرقابة النووية أما تاريخ الإصدار المحدد فمن المتوقع أن يكون يوم الرابع والعشرين أوت إذا سمحت الظروف الجوية والبحرية بذلك قرار توكيو اعتبرته بيكين أنانيا وحذرة من الخطوة التي تحمل خطر نقل التلوث النووي إلى العالم أجمع تحوث الصين اليابان بقوة على إلغاء قرارها الخاطئ والتوقف عن المضي قدما في خطتها لتصريف المياه الملوثة نوويا في البحر والتواصل بحسن نية مع جيرانها بطريقة صادقة والتعامل مع الأمر بطريقة مسؤولة لتجنب التسبب في أبرار وأذا لا يمكن التنبؤ بها للبيئة البحرية العالمية وإذا استمرت اليابان في المضي قدما في خطة التفريغ فإن الحكومة الصينية ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة البحرية وسلامة الغذاء والصحة العامة بشكل صارم في ظل المخاوف من كارثة بيئية في المنطقة تبعث توكيو برسائل تطمينات وتؤكد معالجتها للمياه مسبقا وتطهيرها من المواد المشعة باستثناء تريتيوم الذي ستكون مسويته في المياه ضمن الحدود الآمنة وفق شركة توكيو للطاقة الكهربائية أما الوكالة الدولية للطاقة الذرية فقد أيدت خطة اليابان مقللة من خطورة تصريف المياه من المحطة اليابانية على البشر والبيئة أذا بدأت اليابان اليوم الخميس تصريف مياه التبريد المعالجة من محطة فوكوشيما النووية في مياهها حسب ما أعلنت شركة تيبكو المشاغلة للمحطة ووفقت الحكومة اليابانية قبل عامين على الخطة باعتبارها ضرورية لتفكيك المحطة فيما قوبلت الخطة بانتقادات من طرف مجموعات بيئية وهيئات الصيد المحلية والإقليمية في الوقت الذي قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كوشيدا أن تصريف المياه آمن وعطت الوكادة الدولية لطاقة الذرية الضوء الأخضر للخطة في تأكيد على أنها تستوفي المعايير الدولية وإن تأثيرها على الأفراد والبيئة يكاد لا يذكر في المقابل عبرت بعض الدول المجاورة أيضا عن تشككها في سلامة الخطة رغم التطمينات وكانت الصين أكبر المنتقدين لهذه العملية اختم هذه النشرة شكرا للمتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة